ترجمة نانسي قنقر 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 بذهنية كل إسرائيلي يهودي العربية هو سبب خوف وإحنا كلنا بأخر أرقام اللي بتتكتك يعني مشي ملحة رح تتفجر خطان مسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أنا أختبت بداوي من الناصري بتسعكي بالأودس بشتغل بجمعية حقوق المواطن في اسرائيل وكما نشيطة في عدة حركات إسرائيلية ضد الاحتلال أو حركات ناشطة ضد الاحتلال والعنصرية في إسرائيل أعتقد أن أحد الأشياء هو أنه لأنه من التعاوني من المستشفى يتحرك على التعاوني من المستشفى لا أعتقد أنه من المشفى أنه لا يمكن أن يتم عمل الأشياء وهذا هو مجرد الذي يكون لدينا كما نشيطين في إسرائيل أو في موضوع المستشفى بالطور يحدث الأشياء، الأطوال والمستشفى في منتكات أسف Chan وال COMMستشفى، ونتعلم أن هناك نفرحة والبحث لأن أن يenting ضد الحركات والجتماعي لهم على رضاوش وأصوص الدراء، أن يفربة الطفل تباIS! بإخافة ! أني بالنعم! بداية نشاطي كانوا قبل مأجرة على الأودس التمهيد كان في مرحلة نشاطي ابتدأت في الأساس من الناصري من مدرستي من الأهل في الأساس من البيت بيتنا هو بيت مش نشيد سياسيا بس بنفس الوقت هو بيت فيه تربية سياسية وفيه تربية كثير وطنية كثير عالية يعني واحدة من استوابط التربية يعني في البيت هي التربية السياسية والتوعية الوطنية أنا موجودة في مجتمع إسرائيلي أنا جزء من هاي الدولة بنصل وقت هاي الدولة هي اللي احتلتني هاي الدولة هي المسؤولة عن نكبتي هاي الدولة هي المسؤولة عن وضع اللي أنا وصلته هاي الدولة هي المسؤولة عن مكانتي أنا كلاجئة فنسطينية في داخل وطني هي مسؤولة عن احتلال شعبي في أراضي السبعة وستين هي المسؤولة عن ملايين اللاجئين في الأقتال العالم العربي فإنه إيش أنا دوري بالموضوع اشتركوا في القناة من ضمن نشاطي معي الجبهة في جامعة حيفا كمان ادرت انو اكون نشيطة في عدة اطر طلابية في الجامعة اللي من خلال نشاطي الحزبة ونشاط الطلاب ادرت اني احصل على ثقة الطلاب العرب في جامعة حيفا لانتخابي كرئيسة لجنة الطلاب العرب في سنة العلفين وكرئيسة اتحاد طلاب جمعين عرب تهاي سابقة لان اول مرة تنتخب امرأة عربية لمنصب رئيسة احد الطلاب العرب اللي هو مظلت الحركات الطلابية طبعا جمعت حيفا حاولت كتير انها تمنع هاي النشاطات من خلال سن القوانين من خلال تعديل التستور حورية التعبير عن الرأي اللي كان هو بالنسبة لانه سياسة او دستور كم افواه وليس سياسة او دستور تعبير عن الرأي اللي هو يخص فقط الطلاب العرب لكم افواه هنا طبعا احنا احتجينا وكان فعلنا سلسلة مظاهرات كتير عملت ضجة اعلامية وعملت ضجة على الساحة الجمهرية في اسرائيل بالعبرة وبالعربية وحتى نشرناها في كل عالم حاول انتهاكات حقوق الطالب العرب في جماعة الاسرائيل وخاصة في جماعة حيفا كنت انا في اخر سنة الى اللقب الاول تبعي وكانت النتيجة في النهاية انه انا طم ترضي ومنعي من الدخول لمدة سنة ونص سنتين تقريبا بعد انه طبعا تحقيقات طلبونا كتير مرات لمراكز الشرطة للتحقيق ان كان بالليل او بنهار او يجوا يلاحقون على محلات الشغل تبعتنا او في الجامعات وكنا دائما ملاحقين من رجال امن اللي هني بزي مدنيين اللي ما بتقدر ان تتميزيهم اذا هني فعلا من اجهزة الامل او اي شخص عادي عم بلاحق يعني فكانت المرحلة كتير صعبة من هناك يعني انا اكتر بلاشت اوعى انه في حاجة عندي كانت كتير ملحة انه اعرف بالظبط ايش اللي بخلينا او ايش الدافع تبعي ان اكون هالقدي نشيطة واني كمان ادفع تمان وان هالقدي كمان اكون فخورة بايش انا عم بعمل ولمين اشتركوا في القناة حتى فيه يعني المعمرية والاكتظات فيه ممكن تلقي كتير متشابه مع اي مخيم لاجئين موجود محل تاني بالاساس هنه طبعا لاجئين قرية صفورية اللي كانت اقرب منطقة عليهم بالـ 48 بعد المكبة ان هن يلجأوا ليلها كانت الناصري اغلب العائلات الموجودة العائلات الصفورية الموجودة في حي الصفافة في ربن ناصري اغلب هاي العائلات عندها اقارب في سوريا وفي لبنان بالاساس في لبنان طبعا في المخيمات اللاجئين في لبنان سوف تتعلم فأنا أقرار طبعا في مدينة في قطاع البنان ومن دون، تشترك بمعادة معلومة وبسكين كيف تكالب يومовые طرقا من الجانب وتسكينك واين هي هي يمكين؟ لبنابلس؟ اسم ادخالي فلسطين لو جتش ساطة تلكي صح؟ حلوة وبتجنن وكلها كسل ونوم بعدين بتكون شاك بحالة شوق كل وقت انت بالقودس بالبيت باريت البيت دائما عندك حالة شوق لأهلك بتشتائي هون خلص أنت متاحة من هاي الحالي هون بتيجي بس تبترتاحي فكتير حلوم سونا دائما بيكون قصير يعني أنه أبو يوم يومين ما هو يعني كل التفاصيل الحياة الصغيرة والكبيرة هون مرتبطة خاصة إذا أنت إنسان كتير مسيس أو بش ساذج نوعا ما يعني صعب أنك أنت ما تردت إيش عم بيصير معك باليوم يوم بالوضع العام يعني يعني فيش إمكانية تفتح اليوم مثلا محطة أخبار ما تسمعيش مثلا في نبأ أخبار عن إش خاصة بالضفة مثلا حتى وإنت عم تسمعي أحلى برنامج ترفيه فربيت ببيت أنه هل أدي فيه أنت يعني بيش أنت من ناحية أنه عنصري بس ربيت ببيت أنه مليان غضب يعني وأنا مجتمعي مليان غضب يعني خلقت ببيت أنه أنا كمان كنت كتير كتير قومية بالمعنى القومي العنصري لحد ديت ما فت على جامعة حيفا أنا كنت إنساني رافضة رفض قاطع أنه أتواصل مع أي شيء اسمه إسرائيلي حتى وإنا مقال إسرائيل وليد بن سفوري أنا سفوري مرت عمي كمال صفوري مرت عمي كمال أصلا صفوري لأ ما عائل صفوري أقدم بجدم نحن أقدم صفوري ونهمد كده صفاته أحبا فيه علاق مرتاح الشباك لنشوفه صفوري أحنا صفوري من عنا بتبين سفوري ياماً إحنا صفوري ياماً أقضامنا هذا الفيو تابع له كل شيء مرتبط مع عنصرية الدولة ومع كل النظام اللي احنا عايشين بظله اللي هو نظام كتير احتلالي عنصري يعني هل لديك إمكانية أن تهمشي كل التفاصيل الصغيرة اللي بتفرجيك وجوه هاي العنصرية طالما أنت هون بس إذا بتحمل حالك بتروح أنا مثلاً ما بنزل عمال بنزل عمال بنزل على الأردن كتير بكيف لأنه فعلاً عن جد كتير يعني كتير لأنه فيه شعور راحة مفقود هون لأنه غاد فيه إمكانية أنه إنت لما بتشوف أرمى ما تفكريش إنه إيه هاي لمنتج إسرائيلي أو لا بيعرفش إيش يعني إنه بدال فيه راحة بالموضوع أكتر فهذه المنظر اليوم اللي انت بتشوفيه بالبيت نشهد اليوم يعني كتشوفي قرية سفورية وتشوفي الكبوت اللي اسمه اليوم سبوري تشوفي القلعة تشوفي كل الأراضي الزراعية اللي مهجرة من 1948 طبعاً وباقي الأراضي كليات هاي أراضي قرى فلسطينية اللي كمان صودرت أراضيها في مع بعض الطيام من دول انتم من سفوري؟ نحنا مش من سفوري لكني لحب سفوري هون موسيقى سوف تكون بالنسبة للسفورية هل ستكون من أنتي أخرج عن سفورية؟ لا ، أنا أخرج عن سفورية آه ستك من تحت يعني إلك حسّة بهالبلدك؟ طبعاً كلمية إلينا حسّة لس ما عناش مناسوبر أروب انت عايش مع شعب عنده كتير أقنعة موجهاً اللي بحب إنه بيته يبين حلو بحب إنه بيته يكون عنده جنينة وبحب الزراعة والطبيعة وكل هالاشياء وبنفس الوقت هو غريب عن هاي الطبيعة يعني يعني لا بيوتهم تشبه بيوتنا ولا هم بيشبهونا أصلاً يعني كغربيين وبنفس الوقت هالقدم موجهنين يعني بيقامنوا بشغلات اللي هني بيمرسوا النقيد تبعها تماماً يعني أغلب الناس اللي هون ساكنين ساكنين ببيوت بيش إلهين هني بعرف هادلاشي هاي الأراضي بيش أراضيهم بعد في تاريخ بيش هد إنه كان في هون شعب انت بيش كاينة يعني بصحرة وصحرة بنتيها عملتيها مدينة من كل هن هون عايشين على الأنقاض شعب تاني لكل حجر هون بيفرج إنه كان في شعب قبل والله هنو مزاج هن ما هادا القرية نفسها اللي صارت محل يهودي إسرائيلي صار كتير يشددوا على الدخول والخروج سمسكت أم إن كانت تلفون في تلفون سيكون هناك تلفون ميشو المشفحة إليها إتا مجيئ بمكرا حيروم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بشدة